دكتور لو هنكتب روشتة ورشتة الحقيقة يعني غيرين قولنا هي تناسب الجميع تناسب جميع الفئات من غير ما يكون فيها حرمان إلى حد ما إحنا شعب يحب الأكل حتى أعيادنا وارتبطة بالأكل مناسبتنا وارتبطة بالأكل لو هنتكلم عن روشتة تقدر تناسب الجميع من غير حرمان إيه النظام الغذائي ده دكتور إحنا لازم نعمل رجيم كويس ويعني إيه رجيم الأول يعني رجم يعني رجم يعني تنظيم مش حرمان فالتنظيم ده الأهم إيه الأهم حاجة نقدر نعملها للناس كلها إن إحنا نمرة واحد نحط في دماغنا إن النظام الغذائي ده أسلوب حياة وناكل صحي نزود الرياضة في حياتنا أي حاجة إن شاء الله لماشي كمية الفكهة والخضروات مهمة جدا ونشرب مياه كتير والأهم من كده نتأكد إن أنا ما عنديش حالة مرضية تحت إشراف طبي عشان لما أقل في وزني ما أرجعش تاني الرياضة وشرب المياه والأهم من كده ناكل صح ما ناكلش حاجات الغلط ونبعد عن باليات بقدر الإمكان الموضوع في إيدك أنت أنت اللي ممكن تختار دلوقتي أنت عايز تكون عامل إزاي جسمك عامل إزاي صحتك عامل إزاي يعني الحقيقة يكون صعب جدا إنه يكون شاب في مقتبل العمر وعنده سمنة مش قادر يقف مش قادر يمشي مش قادر يشتغل ممكن وظيفة معينة ما يقدرش يقوم بيها أو مهمة معينة ما يقدرش يقوم بيها بسبب وزنه الزايد في بعض الناس يسبب لهم الأمر إعاقات حركية بيحتاج حد معايا حد يسنده حد يوديه حد يجيبه فأعتقد أن كل الحاجات دي ممكن تكون هي الدافع ورأي حد أنه يتغير الكلام ده مظبوط أنت حضرتك لمست حاجة مهمة أنا كنت عايزة أوضحها أن أصحاب الشغل التنمر اللي ممكن يحصل للناس اللي هي الزيادة في الوزن أو يبعدوا عن الشغل عشان زيادة في الوزن عشان الشكل إحنا دول بني آدم بتوع الشغل هم لازم يساعدوا الناس تقل في الوزن كمان ويبتدي جبر نعمج معين